بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم في الوحدة الثانية من وحدات مساق ريادة الأعمال وهي بعنوان لما الريادة في الأعمال ضمن إطار هذه الوحدة سنناقش أربع مواضيع أساسية سنبدأ أولا في الموضوع الأول وهو المؤسسات في مجتمعك سأتعرف على أنواع المؤسسات وتصنيفاتها والمهام التي تقوم بها هذه المؤسسات الموضوع الثاني سأتحدث عن الدافع الريادي ثم سأتحدث عن أهمية الريادة في المجتمع وأخيرا سأتحدث بنوع من الاختصار عن المؤسسات الصغيرة حيث تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا ولكن ضمن مفهوم جديد أو معلومات جديدة نبدأ على بركة الله بالموضوع الأول وهو المؤسسات في المجتمع ما هي الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال مناقشة هذا الموضوع سيتمكن الطالب بعد مراجعة هذا الموضوع من أولا تحديد وفهم وتصنيف أنواع المؤسسات الموجودة في المجتمع وطبيعة الأنشطة التي تقوم بها كل نوع ثانيا سيكون لدى الطالب المعرفة والفهم حول تعريف المؤسسات الخضراء وتحديد أنواعها ثالثا سيكون لدى الطالب القدرة على توضيح وشرح وتصنيف تصنيف الأشكال المختلفة للمؤسسات الاجتماعية ومدى ملاءمتها للريادة الاجتماعية نبدأ حديثنا حول الهدف الأول وهو أنواع المؤسسات الموجودة في المجتمع الحقيقة أن أي مجتمع يتضمن بشكل أساسي أربع أصناف أو أربع أنواع من المؤسسات ربما البعض مرت عليه هذه الأنواع لكن نحن نعيد الحديث عنها من أجل الاستفادة ومن أجل إضافة معلومات جديدة هذه أنواع الأربعة هي مؤسسات أو شركات صناعية أو تصنيعية منظمات أو شركات خدمية منظمات تجارة جملة ومؤسسات تجارة تجزئة طبعا شركات منظمات مؤسسات كلها تقريبا نفس المفهوم لكن لو نجينا للدقة نجد أن مصطلح منظمة هو الأشمل أو في دارة الأعمال يمكن استخدام مصطلح شركة أو مؤسسة لأنه تركيزنا في هذا المدمار يكون على المؤسسات الربحية لكن الأفضل أن نستخدم مصطلح منظمة هذه الأنواع الأربعة كل نوع يقوم بمهمة أو بنشاط يختلف عن الآخر المؤسسات التصنيعية أو الصناعية كما هو معروف تقوم أنشطتها على أساس تقديم منتجات أو سلع مادية شو يعني مادية؟ بمعنى يمكن للزبون أن يحدد خصائصها ومواصفاتها باستخدام أحد الحواس الخمسة أو بعضها مثل حاسة الشم، التذوق، اللمس، البصر، مادية مثلا القميص كيف نتعرف أو كيف نحدد مواصفاته؟ من خلال البصر نتعرف على اللون من خلال اللمس نتعرف على جودة الخامة إذن هو منتج مادي هذه الشركات التصنيعية تقدم نوعين من المنتجات أو نوعين من السلع سلع تسمى سلع نهائية والنوع الثاني يطلق عليه سلع نهائية في مرحلة ما ولكن تعتبر مدخلات لإنتاج سلع أخرى في مراحل متقديد على سبيل المثال خيوط القماش عندما يتم تصنيحها من القطن أو الكتان هذه الخيوط في هذه المرحلة تعتبر منتجاً نهائياً لكن عندما نستخدم هذه الخيوط في إنتاج القماش تصبح هذه الخيوط مدخل لمنتج جديد وهو القماش القماش يعتبر منتج نهائي في هذه المحطة عندما يستخدم في إنتاج الملابس يعتبر مدخل أساسي أو مادة تعتبر مدخلات لمنتج جديد رغيف الخبز يعتبر منتج نهائي لأن الإنسان يستخدمه بشكل نهائي هذا الرغيف ينتج من مادة الدقيق الدقيق عندما يطحن من القمح أو من الحبوب الدقيق في هذه المحطة يعتبر منتج نهائي لكن عندما يستخدم لإنتاج الخبز يصبح مدخلات لإنتاج منتج جديد إذن بشكل عام أي منتج أي سلعة تصنف كأحد نوعين إما سلعة نهائية أي يستخدمها الإنسان بشكل مباشر أو سلعة تعتبر نهائية في محطة ما ولكن تعتبر مدخلات لإنتاج سلعة جديدة أو سلعة أخرى كما ذكرنا في الأمثلة السابقة النوع الثاني من الشركات أو المنظمات وهو مسمى المنظمات الخدماتية وهي المؤسسات التي تقدم خدمات للجمهور على سبيل المثال الجامعات والكليات هي مؤسسات خدماتية تقدم للجمهور أو للمجتمع خدمة التعليم المستشفيات هي عبارة عن مؤسسات خدماتية تقدم للمجتمع خدمة الطب أو الصحة مكاتب المواصلات أو اللواء السفريات تقدم خدمة التوصيل إذن هي مؤسسات خدماتية والحقيقة أن قدرة الإنسان على تحديد مواصفات هذه الخدمات تختلف عن طريقة تحديد مواصفات السلعة حيث أن هناك معايير تختلف عن المعايير المستخدمة في التعرف على مواصفات السلعة فنجد أن الخدمة يمكن تحديد مواصفاتها من خلال سرعة الخدمة من خلال الجودة من خلال الأنظافة من خلال الترتيبات هذه معايير ليس وقت الحديث فيها لأننا سنتوسع في الحديث بشكل كبير لذلك طريقة تحديد مواصفات السلعة تختلف عن المعايير المستخدمة في تحديد مواصفات الخدمة النوع الثالث من الشركات أو المنظمات ونسميها من المنظمات تجارة الجملة وهي مؤسسات تقوم بجلب كميات كبيرة من السلع بشكل أساسي السلع أو المنتوجات وتنقلها من مكان إلى آخر هذا النوع من المؤسسات يتميز بصفتين أولا أنه ينقل كميات كبيرة من المنتج أو السلعة ثانيا نشاطه يتركز بشكل أساسي على نقل السلع بين دولتين إذن هو يكون غالبا عمله خارج حدود الدولة أو من خارج حدود البلد النوع الرابع هو تجارة التجزئة هو عبارة عن شركات تقوم بجلب أو بنقل بضائع أو السلع من مكان إلى آخر وتكون كمية البضائع المنقولة قليلة وغالبا يكون عمل هذا النوع من الشركات داخل حدود الدولة وضمن إطار حدود الدولة إذن باختصار شديد هذه الألماء الأربعة التي يمكن أن نصنف على أساسها الشركات أو المؤسسات للمزيد من هذه المعلومات أو حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى بيان المعلومات رقم واحد الموجود في صفحة 45 يوضح هذا البيان أمثلة كثيرة على هذه الأصناف الأربعة من الشركات أشكال الشركات الاجتماعية يمكن تقسيم الشركات من الناحية الاجتماعية إلى ثلاث أنواع أولا شركات غير حكومية أو غير ربحية وهذه تعتمد بشكل أساسي على الدعم الخارجي مؤسسات بجهة دعم خارجي من دول خارجية أو مؤسسات خارجية وتقوم بتمويل ودعم مشاريع في الدولة وهذه بيكون طبعا هدفها غير ربحي كما ذكرنا في حالة سابقة بنك الفقراء الذي يقوم بإقراض الفقراء بدون أي فائدة فائدة صفرية النوع الثاني هو المؤسسات الاجتماعية وهذه مؤسسات تدار بإسلوب تجاري لكن أرباحة تعود على دعم مشاريع وتنمية مشاريع لها علاقة بالاستدامة والبيئة والمحافظة على البيئة إذن عندنا نوع غير حكومي ومؤسسات اجتماعية النوع الثالث هو نوع الذي يدمج بين النوعين وتسمى المؤسسات الهجينة وهذه مؤسسات غير ربحية تعتمد على دعم خارجي وتقوم بأنشطة الأرباح الناتجة عن هذه الأنشطة يتم استثمارها في الاستدامة البيئية وفي المحافظة على البيئة ودعم المشاريع الخاصة بأمور البيئة وتطوير هذه البيئة أوجد الاختلاف بين المؤسسات التجارية والاجتماعية هناك أربع نقاط نجد هناك فيها خلاف بين النوع الأول والنوع الثاني المؤسسة التجارية يكون هدفها الرئيسي هو تحقيق الربح وهذا شيء طبيعي صاحب أي مشروع أي منشأة أي شركة هدف الطبيعي أن يقوم بتحقيق الربح واستثمار الأموال في تحقيق أرباح لهذا المشروع أما على الناحية الأخرى فنجد أن المؤسسات الاجتماعية هدفها غاية اجتماعية مع تحقيق الربح بسيط إذن هنا نجد أن هناك هدفين هدف ربح بسيط وأيضا تركيز على تحقيق غاية اجتماعية أو تقديم خدمة اجتماعية للمجتمع ولا البيئة ثانيا الأرباح المتحققة في المؤسسات التجارية توزع غالبا على الملاك أو المساهمين في الشركات نجد أن هناك أنواع من الشركات تعتبر شركات مساهمة بمعنى أن بعض الأشخاص لديهم مدخرات لديهم أموال يمكن أن يستثمر هذه الأموال في شركات ونتائج هذا الاستثمار يأخذ عليها ربح أو أرباح بعد أن توزع الأرباح التي تم تحقيقها خلال سنة أو خلال ست أشهر حسب طبيعة الشركة التي تعمل في هذا المجال أما على الطرف الآخر نجد أن أو كامل الربح أو جزء منه يستثمر في زيادة الأثر المجتمعي والاستدامة إذن هناك فائدة وجزء من الأرباح يعود على المجتمع يعود على البيئة وعلى استدامة البيئة وعلى الحفاظ على البيئة ثالثا في المؤسسات التجارية إنتاج أي سلعة أو أي منتج يرتبط مباشرة بمدى الربح المتحقق من هذا المنتج وبالتالي الشركة تستجيب للطلب تقوم بإنتاج سلعة بناء على معيار الربح الذي سيتحقق من وراء هذا المنتج بينما في المؤسسات الاجتماعية تقديم أي منتج يرتبط بتحقيق هدف اجتماعي العنصر الرابع المؤسسات التجارية غالبا أصحابها بيكونوا مستثمرين عندهم أموال وبدهم يستثمروها بدهم يشغلوها بينما المؤسسات الاجتماعية يشارك فيها طرفين مستثمرين بيكون لهم نشاطات اجتماعية وأشخاص مستفيدين من هذه النشاطات وبالتالي هذه الفروق الأربع بين المؤسسات التجارية وبين المؤسسات الاجتماعية الحقيقة أن في العقد الأخير من قرن العشرين بدأ هناك يظهر اهتمام متزايد لمفهوم جديد يسمى المؤسسات الخطراء هذا المفهوم أو هذا المصطلح بدأ يشغل حيزا كبيرا من اهتمام الدول واهتمام الشركات على حد سواء سبب الاهتمام بهذا المفهوم هو أن جميع أنواع الشركات عندما تقوم بإنتاج أو تقديم خدماتها أو سلعها تستغل أو تستفيد من الموارد الطبيعية في إنتاج ما تقدم من سلع للجمهور أو للزبائن فجميع الموارد التي يتم استغلالها أو الاستفادة منها في إنتاج السلع والمنتوجات يكون مصدرها غالبا والطبيعة لذلك الكثير من الشركات التي لا تتضمن أو ليس لديها مسؤولية تجاه البيئة ساهمت بشكل كبير في زيادة إهضار الموارد البيئية لذلك بدأ هناك ناقوس الخطر يدق أن الاستمرار على هذا المنوال من الاستغلال السيء والاستغلال والتبذير للموارد الطبيعية سيؤدي أو سنوات إلى استنزاف لهذه الموارد عدم قدرة الأرض أو الطبيعة على تجديد هذه الموارد الأمر الذي سيكون له إنعكاسات خطيرة على الجنس البشري ما هو تعريف المؤسسة الخضراء المؤسسة الخضراء هي استراتيجية إذن هي عبارة عن خطط بعيدة الأجل بعيدة المدى تقوم على أساس إقامة علاقة ودية علاقة تآلف علاقة انسجام بين الشركة وبين البيئة أي أن الشركة يجب أن تضع خطط استراتيجيات هذه الاستراتيجيات تكون نتائجها إيجابية نتائجها متوافقة منسجمة مع البيئة المحيطة بمعنى أن الشركة يجب أن تكون ملتزمة بيئيا في كل ما تقوم به من ممارسات وكل ما تصنع من منتوجات وسلة لذلك المفهوم هذا أصبح حقيقة يأخذ اهتمام كبير وأهمية عالية في الدول بشكل عام المؤسسات الخضراء يمكن تقسيمها إلى أربع أنواع أول نوع مؤسسات بمدخلات خضراء أي أنها شركات تستخدم مواد خام طبيعية أو صديقة للبيئة لإنتاج سلع ومنتوجات أخرى على سبيل المثال الشركات التي تصنع بعض أنواع الدهان نعرف أن الدهان الذي يستخدم في طلاء الجدران هو مكون أو منتج يتضمن ما يزيد عن خمسة عشر مركبا كيميائيا هذا المنتج عندما يتم استخدامه في البيوت تغيض تريشة الحرارة بين الشتاء وصيف أو رطوبة أو أي مؤثرات أخرى قد تؤدي إلى حدوث بعض التأثير السلبي من هذه الدهانات على صحة الإنسان كالجهاز التنفسي بعض الأمراض الجلدية سببها بيكون نتيجة ظهور بعض الآثار السلبية لهذه المركبات الكيميائية لذلك بدأت الآن بعض الشركات تستخدم مواد طبيعية مستخرجة من الطبيعة في إنتاج أنواع جديدة أيضاً الشركات التي تصنع بعض صبغات الشعر أو شامبوهات الشعر ما المعروف أن جزء كبير من هذه الصبغات هو مركبات كيميائية تضرب بشعر الإنسان وبالبشرة لذلك كثير من الشركات بدأت الآن تلجأ إلى استخدام أصباغ طبيعية من نباتات معينة أو من بعض أنواع الطحالب البحرية في إنتاج صبغات طبيعية لا تضر بشعر الإنسان أو بشرة الإنسان أيضاً قد يكون المدخلات تكون طريقة تصميم المبنى لا يضر بالبيئة أو يتناسب أو يتناغم مع البيئة وهذا أصبح الآن يؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم المؤسسات الحديثة أن يكون تصميم المبنى شكله هندسته تتلاءم وتتناغم مع المحيط ثانياً مؤسسات تستخدم أساليب عمل خضراء أي أنها تستخدم موارد معينة ولكن طريق التصنيع الموارد تستخدم فيها أساليب خضراء على سبيل المثال الشركات عندما تصنع المنتجات تستخدم تستهلك طاقة كهرباء مياه قرطصية الآن هناك توجه كبير لدى الكثير من الشركات في التعامل مع هذه الأساليب أو هذه الأمور بطريقة تقنن من استخدامها أو تخفض من هدرها إلى أقصى درجة ممكنة على سبيل المثال الطاقة الكهربائية نجد أن هناك الكثير من الشركات بدأت أن تستخدم الطاقة النظيفة سواء طاقة الشمس أو الطاقة الناتجة عن طريق الهواء الغاز أو الطاقة الكهربائية الناتجة عن توربينات الهوائية هذه كلها تعتبر من موارد الطاقة النظيفة التي تحد من الاستخدام المفرط للوسائل التقليدية في إنتاج الطاقة كالبنزين أو الفحم أو إلى آخر وهذه كلها أمور أو منتج أشياء تضر بالبيئة نتائج واستخدام الفحم أو البنزين في إنتاج الطاقة هي أمور تضر بالبيئة وتسبب تلوث في الهواء وفي الطربة أيضا المياه الشركات أثناء عملها تحتاج إلى مياه للموظفين للعمل هناك أصبح توجهك بإعادة تدوير المياه المستخدمة سواء إعادة تدويرها وتنقيتها بطريقة تساهم في إعادة استخدامها للشرب مرة أخرى أو إعادة تدويرها واستخدامها في الأماكن المخصصة أو أماكن الاستعمال أو إعادة تدويرها والاستفادة منها في ري المزروعات أو الأشجار أو الحدائق المحيطة بالشركة وهذا عنصر مهم أن الشركات أصبحت الآن تخصص نسبة معينة من مساحة الأرض الخاصة بالشركة لزراعة الأشجار وأشجار تكون يعني تستفيد منها المجتمع أو تستفيد منها الشركة أيضا البناء الشركة من حيث إهدار الطاقة التي تستخدم في التكييف أو في التدفئة أصبح الآن هناك توجه كبير لاستخدام ما يسمى بالتدفئة أو التبريد الطبيعي حيث يتم وضع أو تصميم المكان وبناء الجدران بطريقة تساهم في عزل الحرارة وبالتالي يحتفظ المبنى بالحرارة في الشتاء وتساهم أيضا في تبريد المبنى في الصيف نجد أن من الأمثلة البارزة في هذا الموضوع هو مدرسة في محافظة طوباس في الضفة الغربية هذه المدرسة أنشأت بمواصفات خضراء ومن ضمن مواصفاتها أن جدرانها سميكة بحيث تسمح للهواء بالمرور من خلال فتحات في داخل الجدران لتبريد المبنى بالكامل في الصيف والحفاظ على الحرارة في الشتاء وبالتالي قللت من الاستخدام للمكيفات سواء للتدفئة أو للتبريد من خلال تصميم معين في جدران هذه المؤسسة أو هذه المدرسة هناك ما يسمى بالهدر في القرطاصية المستخدمة كما نعرف أن الشركات أثناء عملها تحتاج إلى أوراق إلى قرطاصية لذلك إحدى الأبحاث موجود أن شركة متوسطة الحجم تستهلك سنويا ما لا يقل عن 2 طون من الأوراق في المعاملات والتعميمات والتعليمات هذا الكم من الأوراق يحتاج إلى عدد كبير جدا من الأشجار لإنتاج هذه الكمية من الأوراق كما يعرف الجميع أن الأوراق الوراق ينتج أو لحاء بعض أنواع الأشجار فإهضار كميات كبيرة من الوراق معنى أننا سنحتاج إلى قطع كميات إضافية من هذا النوع من الأشجار وإذا أخذنا بالاعتبار أن هذا النوع من الأشجار ينمو أو له معدل سنوي للنمو معنى ذلك أن قدرة الطبيعة على إعادة تجديد وإعادة نمو هذا النوع من الأشجار سيكون هناك مشكلة لذلك بدأ لأن توجه لتخفيف أو لتخفيض الاستهداك لهذا الورق وإعادة استخدام للأوراق التي تم استخدامها سابقاً في الأمور الهامشية أو في الأمور الثانوية واستبدال التعليمات أو الأمور الكتابية بأساليب إلكترونية مثل إرسال التعليمات من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال بعض الوسائل الإلكترونية الحديثة كالفيسبوك أو الواتس أب إلى آخر هذه الأمور وهذا يقلل بشكل كبير من استخدام الأوراق التي تعتبر مكلفة النوع الثالث هي مؤسسات بمخرجات خضراء أي أنها شركات تصنع منتجات صديقة للبيئة أو لا تضر البيئة أو نسبة تلويثها للبيئة بتكون قليلة جداً أو لا تنتج مخلفات صناعية بشكل يضر بالبيئة بمعنى أن هذه الشركات تنتج سلع ولكن المخلفات الصناعية الناتجة عن هذا الانتاج يتم إعادة تدويرها أو يتم التعامل معها بطريقة لا تؤدي إلى الضرر بالبيئة وأبرز مثال على ذلك هو السيارات الكهربائية التي بدأت تنتشر الآن بشكل كبير والتي تستخدم الطاقة الكهربائية بدلاً من طاقة السولار أو البنزين الذي يؤدي حرق إلى انبعاث مخلفات أو غازات تؤثر على البيئة بشكل كبير لذلك نجد أن هناك العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال فمثلاً نجد أن شركة في الأردن تسمى Zero Mass Water أي فاقد ماء صفري هذه الشركة أنتجت أو صنعت الواح تقوم بتجميع مياه بخار الماء تجمع بخار الماء من الجو المحيط وتقوم بتجميعه في خزانات لإعادة استخدامه وهذا المشروع استخدمه بشكل كبير في المناطق الصحراوية ذات كثافة البخار العالية وأثبت نجاحه وهو مشروع حقيقة رائد ومشروع فكرته كتير ممتازة أيضاً هناك مشروع يسمى شركة Blink My Car وهي شركة موجودة في لبنان تقدم خدمات غسل سيارة بكوب ماء واحد تغسل سيارتك بكوب ماء واحد الشركة تستطيع لها تطبيق على الموبايل يتم التواصل معها من خلال تطبيق يأتي موظف من الشركة ويقوم بغسل السيارة بكوب ماء واحد هذا طبعاً يمثل نقلة نوعية في تقليل الهدر من المياه التي تعتبر عنصر أساسي لحياة البشر وبالتالي كمية المياه المهضرة المياه المهضرة في غسل السيارات وتنظيف كميات ضخمة جداً فأنت عندما تقلل هذه الكمية إلى كوب واحد هو حقيقة مشروع رائد وإنجاز كبير أيضاً هناك شركات في تونس اسمها شركة صافون هذه الشركة تمكت من ابتكار أو اختراع توربين لمراوح الهواء بدون شفرات هذا التوربين ينتج كمية طاقة أو كهرباء أضعاف أو ضعف التوربينات العادية وتكاليف تصنيعه تقريباً تصل إلى أقل بالنصف من التوربينات التقليدية أيضاً هناك آخر حدث أو آخر خبر هو تمكن خبراء يابانيين من تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية يمكن هذه البطارية أن يتم شحنها بالكامل خلال عشر دقائق تشحن البطارية بالكهرباء كامل خلال عشر دقائق ويتم الاستفادة من هذا الكهرباء والسيارة تستطيع أن تسير بهذه الطاقة إلى مسافات طويلة إذن سرعة الشحن للبطارية يؤدي إلى تخفيض كمية الطاقة اللازمة لشحن هذه البطاريات ابتكروا هذا النوع من البطاريات أما النوع الأخير وهو النوع الأفضل والذي يحتاج إلى جهد كبير وتكاليف عالية وهو مؤسسات تعمل بمدخلات خضراء تستخدم أسليب خضراء وتعطينا مخرجات خضراء هذا طبعاً لا شك أنه العمل في هذا المضمار هو عمل مكلف لكن في النهاية الأمر يعني يستحق التكلفة لأنه في النهاية أي إهدار أو أي آثار تؤثر على البيئة فالمتضرر الأساسي من هذه الآثار هو الجنس البشري ما هي فوائد المؤسسات الخضراء هناك عنصر أساسيان يمكن أن نستفيد منهم من المؤسسات الخضراء أولاً تحقيق الربح أو تحقيق الهدف ثانياً المحافظة على البيئة من حيث تحقيق الهدف تستطيع المؤسسات التي تعمل بأساليب خضراء أو بمدخلات خضراء أن تحقق أرباح مثلها مثل الشركات التي تستخدم أساليب غير خضراء إذن هو الربح ربما يكون الربح أفضل من تلك الشركات التي تستخدم أساليب غير أو غير صديقة للبيئة ثانياً تحقيق المنفع الاجتماعية والتي تساهم في إنتاج سلع تكون غير ضارة بالإنسان تكون مفيدة للإنسان وآخر يمكن أبرز مثال أن بعض الشركات الآن استطعت أن تصنع عبوات بلاستيكية من بعض أنواع الحيوانات البحرية هذه العبوات يمكن بعد أن يتم استخدام محتوياتها كمشروب أو إلى آخره يمكن بكل بساطة للشخص أن يتناولها كأي طعام آخر فهي غير مضرة للإنسان وهذا طبعا ثورة قد تؤدي إلى تخفيض الكم الهائل من المخلفات البلاستيكية التي تؤدي عدم إعادة تدويرها أو يؤدي رميها في البيئة بشكل غير منظم إلى مشاكل في البيئة لأنه هذه المادة البلاستيكية تحتاج إلى سنوات طويلة لكي تتحلل في التربة وتحللها يؤدي إلى بعض المركبات الكيميائية أو الأثار السلبية للتربة لأنها مركبات كيميائية وبالتالي تكون مؤثرة بشكل سلبي على البيئة ثانيا أنها تحافظ على البيئة من خلال أنها تخفض استهلاك الطاقة والمواد الخام كما ذكرنا قبل قليل تعمل على تقليل المخرجات والنفايات والتي تؤدي إلى تلوث البيئة سواء الهواء أو التربة أو الماء الحد من انبعاثات الغازات الناتجة عن استغلال أو حرق أو التعامل مع المخلفات الصناعية بالحرق أو بغيره ثم المحافظة على المنظومة البيئية بشكل عام والتي يعيش فيها الإنسان والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض لهذا الإنسان إذا لم يتم الحفاظ عليها بالشكل الصحيح لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع اقرأ بيان المعلومات الرقم 2 الموجود في صفحة 46 47 و 48 ضمن هذا الموضوع المؤسسة الخضراء هناك موضوع مهم هو ما يسمى البصمة البيئية البصمة البيئية كل إنسان لكي يعيش يحتاج إلى مقومات الحياة من طعام من شراب وهذه الأمور كلها يتم الحصول عليها من البيئة الطعام من البيئة الشراب من البيئة أيضا الإنسان أثناء نشاطاته ينتج أشياء يستهلك أشياء أيضا يتم التخلص منها في البيئة إذن كل شخص في هذا العالم له أثر ويؤثر وله بصمة على البيئة التي نعيش فيها هذه البصمة قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية لذلك كلما كان الإنسان أكثر إيجابية في التعامل مع الأرض الأم كلما كانت له بصمة إيجابية ما هو تعريف البصمة البيئية هي مساحة الأرض والبحر الضرورية لإعادة توليد الموارد التي يستخدمها إنسان واحد ولاستيعاب النفايات الناتجة عن هذا الإنسان بمعنى أن الإنسان لكي يستطيع أن يعيش يحتاج إلى طعام وإلى شراب هذا الطعام وهذا الشراب يتم الحصول عليه من خلال زراعة الأرض أو من خلال البحر أسماك إلى آخره هذه الوجبة أو هذا الطعام الذي يتناول الإنسان يوميا انظر كم يحتاج من الجهد والوقت لكي يتم إنتاج هذه الوجبة المزارع كم يحتاج من الوقت والجهد لكي يستطيع من زراعة أو الخضروات أو المزروعات التي يستهلكها الإنسان البحر انظر كم يحتاج من الوقت لكي يعوض كميات الأسماك والمخلوقات البحرية التي يستهلك الإنسان لذلك كل الطعام أو كل ما يحتاج الإنسان لكي يعيش مصدره إما الأرض كزراعة أو البحر من خلال المخلوقات البحرية إضافة إلى ذلك أن الإنسان خلال نشاطات اليومية ينتج عنه نفايات أكواب بلاستيكية علب بلاستيكية مخلفات الطعام هذه كلها يتم التخلص منها في البيئة سواء دفنها في الأرض أو رميها في البحار والمحيطات إذن تصوروا أن الإنسان بياخد من البيئة كل ما يحتاجه ويلقي بالبيئة ما لا يحتاجه هذه الأمور كلها هي ما تسمى بالبصمة البيئية وبالتالي لكل إنسان مننا تأثير على البيئة بصمة بيئية ناتجة عن استهلاكنا للموارد الطبيعية وإلقائنا نفايات البشر أو مخلفات البشر في البيئة لذلك أصبح الآن مفهوم البصمة البيئية حقيقة مفهوم عالمي لكي يقل البشر من تأثيراتهم السلبية على البيئة ويقل من الهدر في الموارد الطبيعية لذلك إحصائيات عام 2018 التي قامت بها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تؤكد أن البشر يستهلكون في عام 2018 ما يعادل 1.75% من قدرة الأرض على الإنتاج أي أن البشر الآن يستهلكون أو حوالي مرتين من قدرات الأرض الإنتاجية وطبعا إذا استمر لمدة طويلة ممكن أن يؤدي إلى نوع من الخطر على الجنس البشري إذن نحن نحتاج الأرض تحتاج لكي تعوض الفاقد من مواردها تحتاج إلى مساحة تعادل مساحتها مرة أخرى وهو طبعا شيء يعني مستحيل لأن الأرض مساحتها محدودة فتعويد الموارد التي يستهلكها البشر في هذا في 2018 يحتاج إلى مساحة تعادل ضعف مساحة الأرض وهذا مؤشر على أن هناك خطر على الجنس البشري لأن هناك كثير من عدم قدرة الأرض على إعادة تجديد منتجاتها أو مواردها أيضا الأرض يلزمها حسب التقرير إلى سنة ونصف لإعادة إنتاج ما يستهلك البشر وإستيعاب نفاياتهم يعني معنى آخر لو الشجرة تثمر في العادة في سنة كل سنة مرة بالوضع الحالي هذه الشجرة تحتاج إلى سنة ونصف لكي تثمر مرة أخرى وهذا معنى أن البشر أصبح لديهم نقص في الموارد فالمدة أصبحت أطول وبالتالي هناك نوع من التراجع في موارد الأرض وفي قدراتها والسبب هو الإصراف والتبذير والإهضار غير المسؤول لموارد هذه الأرض يتوقع التقرير أيضا أن يزيد استهلاك البشر ليصبح أو ليحتاج إلى 2 بوينت 2 من مساحة الأرض الحالية خلال عام 2050 يعني نحتاج في 2050 إذا تم الوضع على ما هو عليه سيكون البشر يحتاجون إلى مساحة ضعف الأرض مرة ونصف لكي يعوضوا الموارد التي يتم استنزافها وهذا طبعا يعني شيء مؤشر خطير مؤشر خطير نتيجة التصحر اللي بصير في دول العالم أو في كثير من دول العالم الإصراف في الموابعة وبالتالي سنصبح أو تسيعاني البشر من مشكلة خطيرة إذا ما تم الاستمرار في هذا النزف لموارد الأرض أيضا أظهر التقرير أن سكان العالم لو أنهم يعيشون بنفس طريقة المواطن الأمريكي سيحتاج العالم إلى خمس أضعاف مساحة الأرض لكي يعوض الموارد التي يتم استهلاكها أكثر شخص في العالم يستهلك موارد من الأرض هو الإنسان الأمريكي سواء في الطعام في الشراب في النفايات في المقابل لو أن كل البشر يعيشون بنفس طريقة المواطن الصيني فنحتاج إلى مساحة 2.5 قدر مساحة الأرض لكي نعوض الموارد التي يتم استنزافها من موارد الطبيعة لذلك الأمر حقيقة جد خطير وبالتالي المؤشرات تؤكد أن هناك عدم اهتمام أو إصراف أو تبذير لموارد الطبيعة يحتاج إلى إعادة تفكير وإلى وقفة جدية لقدرة البشر على الاستمرار على هذه الأرض يوضح الشكل الموجود أمامكم هذه الأرقام التي تحدثنا عنها قبل قليل هذا بالنسبة إلى المؤسسات الخضراء لدينا في هذا الموضوع ورقة عمل رقم واحد أكتب بحث بما لا يقل عن خمسمائة كلمة حول المؤسسات الخضراء وأذكر نماذج لبعض المؤسسات الخضراء في فلسطين طبعا نحن لدينا نماذج كثيرة عن هذا الموضوع في فلسطين أذكر نماذج وأكتبها فيه ضمن البحث التي ستقدم ضمن هذه الورقة الموضوع الثاني هو الدافع الرياضي هو حقيقة موضوع بسيط أهداف هذا الموضوع تتركز في هدفين رئيسيين أولا ستمكن الطالب بعد دراسة هذا الموضوع ومراجعته من تحديد العوامل المحفزة التي يستجيب لها الرياضي ويسعى إلى تحقيقها ثانيا سيتمكن الطالب من التعرف وعلى تحديد وشرح العوامل والإجراءات التي من شأنها تطوير وزيادة الدافعية لدى الرياضي ما هي العوامل التي تؤثر في بناء وتطوير الدافع الرياضي في البداية دعونا نتعرف على ما هو الدافع الرياضي ما هو تعريف هذا المفهوم الدافع الرياضي هو القوة التي تحرك أو تدفع الرياضي لسلوك معين وتكون محصلة لقوة ثلاث إذا هو عبارة عن المحفز الدافع المؤثر الذي يدفع الإنسان الرياضي للقيام بسلوك معين وهذا الدافع يكون محصلة لثلاث قوة أساسية ما هي هذه القوة أول قوة هي المواقف الفكرية الإيجابية كلما كان لدى الرياضي مواقف إيجابية كلما كان لديه دافع أكبر لسلوكيات الرياضية ما هي المواقف الفكري الإيجابية هي محصلة التجارب والخبرات السابقة التي مر بها الرياضي واستفاد منها ثانيا العادات الريادية وهي عبارة عن تكرار سلوك ريادي صحيح يتطور مع الوقت ليصبح عادة وتحدثنا عن هذه الجزئية في لقاءات سابقة ذكرنا أن الإنسان يطور سلوكيات إيجابية أو يطور سلوكيات سلبية هو الأقدر على تطوير سلوكيات إيجابية أو سلوكيات سلبية من خلال أن يعود نفسه على سلوكيات أو أنشطة أو أعمال إيجابية تتحول هذه الأنشطة مع الوقت إلى عادة إلى روتين ثالثا الاندفاع لتلبية الحاجات المختلفة وهذه تمثل مدى إدراك الريادي وفهمه وإستيعاب لما يريد أن يحققه من خلال هذه العادات وهذه السلوكيات إذن الدافع الريادي يتضمن ثلاث مؤثرات ثلاث قوة مواقف فكرية إيجابية أن يكون الشخص دائما عنده تفكير إيجابي دائما ينظر إلى الأمام عادات ريادية عود الإنسان نفسه عليها في سلوكيات اليومية واندفاع محسوب لتلبية الحاجات المختلفة من خلال فهمه لما يريد أن يحققه واستيعابه لما يريد أن يصل إليه هذا الموضوع لمزيد من المعلومات ممكن للطالب أن يقوم بقراءة بيان معلومات رقم واحد صفحة اتنين وخمسين تلاتة وخمسين وبيان معلومات رقم اتنين صفحة اربعة وخمسين وخمسة وخمسين للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ننتقل الوحدة الثالثة وهي أهمية الريادة في المجتمع وهي يمكن الموضوع الثاني المهم في هذه الوحدة لماذا الريادة مهمة في المجتمع ما هي الأهداف التي نسع إلى تحقيق من خلال دراسة هذا الموضوع أولا سيكون لدى الطالب القدرة على تفسير وتحليل مخطط العمليات الاقتصادية وتحديد الأطراف المؤثرة في هذا المخطط ثانيا تحديد وشرح وتفسير دور الريادة في المجتمع وأثرها على الاقتصاد ثالثا تحديد أثر الريادة على مؤسسات الأعمال أي اقتصاد في العالم أو في أي دولة يستند بشكل كبير على القرارات التي يتخذها القطاع الخاص تشك أن الحكومة هي المسيطرة لكن القطاع الخاص بما يملك من رؤوس أموال بما يملك من تنوع في الإنتاج تنوع في الصناعات تنوع في القطاعات التي يقوم بالعمل ضمنها يكون لديه تأثير كبير على مجريات أو على توجهات البلد بل توجهات أيضا الجهات المسؤولة لذلك اقتصاد العالم أو الدول يتضمن ثلاث أطراف الطرف الأول يسمى بسوق المخرجات وهذا يشمل المستهلكين الذين يستهلكون المنتجات والسلع المنتجة التي تقوم بالاستهلاك لهذه المنتجات إذن سوق المخرجات يتضمن كل الأطراف التي تقوم باستهلاك السلع والخدمات والمنتجات وهذه تكون إما أفراد عاديين أو مؤسسات وشركات فالطرف الثاني هناك ما يسمى بسوق المدخلات وهي الشركات التي تقوم بتصنيع المنتجات وهم أصحاب الموارد وشركات الأعمال معنى أن المزارع يعتبر من سوق المدخلات يقوم بإنتاج سلع يستهلكها المواطن أو الأشخاص العاديين إذن هو منتج هو سوق إنتاجي سوق مدخلات هذا السوق يتحكم فيه أو ينظم بشكل أدق طرف ثالث وهو الحكومة التي تنظم العلاقة بين سوق المخرجات وسوق المدخلات بين المنتج والمستهلك هذه الأطراف الثلاث يوضحها الشكل الموجود أمامكم نجد على اليمين سوق المخرجات أو المستهلكين ونجد على اليسار سوق المخرجات أو المنتجين الحكومة دورها أن تنظم العلاقة بين سوق المنتجين أو سوق المخرجات وبين المستهلكين سوق المدخلات يتضمن أفراد ويتضمن شركات الأفراد هم الأشخاص الذين ينتجون الموارد الأولية للتصنيع مثلا المزارع الذي ينتج المزرعات أو الخضروات يعتبر من ضمن مالكو الموارد هذه الموارد تستفيد منها الشركات المصنعة لكي تنتج سلع ومنتوجات كل من الأفراد والشركات هذه الأطراف ولا علاقة فيما بينها يوضحها المخطط الموجود أمامكم هذا المخطط يتضمن على اليمين سوق المخرجات أو المستهلكين والمستهلكون قد يكونوا أفرادا أو شركا وعلى اليسار يتضمن سوق المدخلات أو المنتجين لنركز باية على سوق المدخلات أو سوق المنتجين المنتج قد يكون فرد أي أن المزارع الذي يقوم بزراعة الخضروات هو إنسان منتج نفس الشيء الصياد هذه الموارد التي تنتج من خلال الأفراد يقوم الأفراد ببيعها للمستهلكين وتحقيق أرباح من خلال البيع أما الشركات فأيضا تقوم هذه الشركات باستغلال موارد الطبيعة في إنتاج سلع ومنتجات إذن الربح المتحقق في سوق المنتجات سواء من الأفراد أو من الشركات تقوم الدولة بفرض ضرائب على هذا الربح إنت شركة بتشتغل وبتنتج وبتبيع وبتربح إذن ما طبيعي أن تقوم الدولة بفرض ضرائب على هذه الأرباح نسبة من هذه الأرباح تعود للدولة إذن الحكومة وظيفتها الآن أن تقوم باستيفاء الضرائب الناتجة عن استغلال الأفراد أو الشركات للموارد الطبيعية أين تذهب هذه الضرائب تذهب كخدمات للمستهلكين خدمات خدمات إضافية من زيادة أو قدرة المستهلك على شراء كميات إضافية أو أنواع جديدة من المنتجات وبالتالي هذه الزيادة أو هذه القدرة تعود بالفائدة على مين على الشركات المنتجة إذن أصبح الآن إحنا أمام دورة كاملة أمام تعاون كامل بين المنتجين من خلال استهلالهم لموارد الطبيعة ودفعهم للضرائب الحكومة تقوم بأخذ هذه الضرائب والاستفادة منها في تكوين مشاريع تطويرية وتطوير المجتمع الذي يؤدي إلى زيادة قدرة المستهلك على الشراء سواء كميات أو أنواع هذه الزيادة في الشراء تعود بالفائدة على الشركات المصنعة أو سوق المخرجات وبالتالي تستمر عجلة الاستفادة لدى جميع الأطراف هذا هو ما يسمى بفائدة أو عملية الاقتصاد الموجودة في المجتمع الآن الريادي إيش دور في الموضوع هذا كله الريادي من خلال مساهمته بمشاريع الريادية الإنتاجية أو الخدماتية هو يعتبر جزء أساسي من عجلة الاقتصاد في الدولة لأنه يستفيد من موارد المجتمع يقدم منتجات يدفع ضرائب إذن كل مكان هناك أفكار ومشاريع ريادية أفضل وأكثر كلما كانت الدولة أخضر على تقديم خدمات أفضل لجمهورها ما هو دور الريادة في المجتمع سنمر بشكل سريع على هذه الأدوار أو على هذه العناصر مع شرح مبسط الريادي يؤدي دور أساسي في المجتمع وربما بعض هذه النقاط تحدثنا عنه في السابق لكن لمزيد من التوضيح أولا الريادي يساهم في توفير السلع والخدمات من خلال ما ينتج في مشروعه الريادي ثانيا يوفر الوظائف ويحد من المشاكل الاجتماعية الوجود مشاريع ريادية وتوظيف أشخاص في هذه المشاريع يساهم في الحد من ظاهرة السرقة لأن السرقة بتكون أغلبها نتيجة وجود حاجة لدى الفرد غير قادرة على توفير احتياجاته إذن هو يضطر إلى السرقة فعندما تكون هناك مشاريع ريادية عاملة إذن هناك قدرة أكبر على استيعاب أيدي عاملة إذن سيكون هناك تقليل أو انخفاض في حالات السرقة أو انخفاض في حالات البطالة بين أفراد المجتمع أيضا تأمين دخل سواء راتب أو أجر أو أرباح راتب أو أجر للموظف وأرباح لصاحب المشروع أيضا توفر الضرائب من خلال أنه هذا مشروع ببيع وبيحقق أرباح إذن هو يدفع ضرائب للدولة التي تقوم باستفادة من هذه الضرائب في تحديث أو في تطوير المجتمع بشكل عام الدخل المتيسر وهو عبارة عن الدخل الذي يتوفر لدى الإنسان والذي يساعد على أن يعيش حياة كريمة الاستثمار في الأصول الانتاجية الريادي طبعا يستطيع من خلال مشروع أن يضع استثمارات في مشاريع انتاجية في مشاريع مفيدة ثم الاستدامة للبيئة المشروع الريادي كما ذكرنا قبل قليل عندما يراعي البيئة ويكون مشروع يحافظ على البيئة إذن هو يساهم في استدامة البيئة يساهم في زيادة كفاءة المجتمع والبيئة وبالتالي يحافظ على البيئة المحيطة ثم الرفاه القومي وهذا يمكن مستوى متطور جدا حيث أن الرفاه معاته أن جميع سكان الدولة يعيشون بمستوى متقدم سواء صناعي أو زراعي أو معيشي أو رواتب أو ثقافي وهذا طبعا المستوى يحتاج إلى سنوات من العمل وسنوات من الجهد هذه هي أهم الأدوار التي يؤديها الريادي في المجتمعات بشكل عام للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكن للطالب الرجوع وقراءة بيان المعلومات رقم 1 صفحة 56 وقراءة بيان المعلومات 2 صفحة 57 و58 وأيضا قراءة بيان المعلومات رقم 3 صفحة 61 و62 إذن المخطط الموجود أمامنا أيضا يوضح كيف تساهم الريادة في تطوير أو في الرفاه القومي نجد مثلا أن في بداية المخطط عندما يتم إنشاء مؤسسات ريادية هذه المؤسسات توفر عنصرين أساسيا توفر وظائف وتوفر سلع وخدمات عندما تقوم الشركة أو المشروع الريادي ببيع هذه السلع وهذه الخدمات فهو يحقق أرباح وعندما توظف أفراد فيتدفع لهم أجور ورواتب لهؤلاء الأفراد الأجور والرواتب التي يتقاضاها الأفراد أو الموظفون في هذه الشركات يذهب جزء منها ضرائب للدولة وجزء آخر دخل ميسر يستفيد منه الموظف في تلبية حاجاته اليومية وحاجاته المعيشية أما الأرباح المتحققة للمؤسسة فيدفع عليها ضرائب ويتم استثمار باقي الأرباح كمدخرات أو يتم استثمارها في توسيع وتنمية المشروع الريادي الضرائب الضرائب المتحققة من الأرباح المؤسسة أو من رواتب الموظفين يتم الاستفادة منها في دفع رواتب موظفي القطاع العام الذين يقدمون خدمات عامة للجمهور والشركات والإجراءات إلى آخره رواتب موظفي القطاع العام أيضا يتم استخطاع ضرائب منها تعود وتصب في الضرائب العامة والتي يستفاد منها في زيادة مستوى الخدمات الاجتماعية والبيئية والبنية التحتية الموجودة في الدولة إذن ضرائب من أرباح الشركات الريادية ضرائب من رواتب الموظفين في هذه الشركات أيضا ضرائب من رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي كل هذه تصب في رفاه أو تنوية المجتمع والبنى التحتية وتطوير المجتمع الآن الدخل الميسر للموظف الذي يساعد على أن يعيش حياة كريمة هذا الدخل يستفيد منه المجتمع في أن الموظف يقوم بشراء ما يحتاج إليه من طعام وشراب ومستلزمات المعيشة من أين يحصل على هذه المواد من الشركات التي تصنع هذه المواد كل هذه الأمور في النهاية تصب في المحطة الأخيرة وهي أن المجتمع بهذه الدورة المتكاملة يصبح لديه مستوى عالي من الرفاه يصبح هناك تطوير على أداء الشركات استفادة من الأرباح في تطوير المجتمع وبزيادة المواد التحتية وعمل شبكات طرق ومواصلات وتقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل أيضا يؤدي إلى زيادة دخل الفرد وبالتالي يستطيع أن يعيش حياة كريمة بطريقة أفضل طبعا هذا المخطط هو مكمل المخطط السابق الذي تحدثنا عنه قبل قليل أثر الريادة على مؤسسات الأعمال الصغيرة سنمر على هذه النقاط بشكل أيضا سريع أولا الريادة تساهم في نمو الأعمال الصغيرة وكي تتحول إلى مشروعات متوسطة ومن ثم مشروعات كبيرة وهذا طبعا يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام ثانيا أنها ترعى المبدعين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية واستقطابهم والاستفادة من هذه الأفكار تخدم المؤسسات الأكبر وتتعاقد معها من خلال أنها تنتج منتجات أو سلع مميزة قد تستفيد منها شركات أخرى وتعتبرها مدخلات لمنتجات أكثر تطورا تؤمن التنافس الذي يؤدي إلى تحسين السلع والخدمات لمصلحة المجتمع من خلال أنها تقوم بإنتاج سلع يحتاج المجتمع تحافظ على البيئة المحلية والطبيعة وتعمل على استدامة الموارد الطبيعية لأنها تراعي الطبيعة والبيئة توفر فرص عمل للنساء والرجال ولذي الإعاقة بشكل عام وأخيرا أنها تعتبر جزء أو زبائن لمؤسسات كبيرة كثير من المؤسسات الكبيرة تعتمد على مؤسسات صغيرة التي تستفيد من إنتاجها لكي تقوم بتجميع هذا الإنتاج وتستفيد منه في إنتاج سلع أكبر أو أكثر تطورا الأهداف الاقتصادية للمجتمع الريادي هناك حقيقة أيضا مجموعة أهداف ونمر عليها برضو مرور سريع أولا المجتمع الريادي يمكن أن يحقق أهداف اقتصادية من خلال اتباع لهذه المنهجية أولا تحقيق الاستخدام والتوظيف الكامل لكافة موارد المجتمع ما بيكون فيه هناك إهدار ما بيكون هناك إسراف تبذير تحقيق نمو ثابت لاقتصاد الدولة من الاستفادة الكاملة من موارد المجتمع وطاقاته وقدراته يؤدي إلى أن الدولة تبدأ في النمو والتقدم الاقتصادي بشكل ثابت لأنها لا تهدر طاقاتها تستفيد منها بشكل كامل أيضا هذا التنوع في التوظيف والإنتاج يؤدي إلى زيادة حرية الاختيار لدى المستهلكين بسبب أن هناك تنوع في الإنتاج تنوع في السلع تنوع في المنتوجات وبالتالي حرية أكبر في الاستهلاك وحرية أكبر للمؤسسات في اختيار وابتكار أساليب إنتاج وإنتاج سلع إضافية المساعدة على تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وذو الإعاقة لأنه الكل لديه فرصة الاستفادة وأن يستخدم أفكاره الإبداعية وأن ينشي مشروع الإبداعي وكلها تحميها القوانين وتحميها الدولة تحقيق الأمن الاقتصادي والعدالة الاقتصادية من خلال منظومة الاقتصاد المتطورة المتكاملة يتحقق الأمن الاقتصادي والعدالة لجميع المؤسسات لأنها كلها لديها نفس الفرصة في استخدال الموارد ويتم التعامل معها جميعا بنفس الآلية وبنفس الطريقة تحقيق التوازن الاقتصادي على الصعيد الدولي الآن الدولة عندما تحقق اقتصاد وتوازن اقتصادي على الصعيد المحلي تستطيع أن تنافس وتبدأ في أن تكون عنصر فعال في الاقتصاد الدولي ولبنى في عجلة الاقتصاد الدولي ثم استدامة الموارد الطبيعية في المجتمع وهذا تحدثنا عنه قبل قليل في موضوع البصمة البيئية او المؤسسات الخضراء مساهمة الرياديين في الاهداف الاقتصادية ايضا حمر عليها بشكل سريع اولا زيادة الانتاج سواء انتاج سنع او خدمات تحسين نوعية السلع والخدمات لأنه يكون هناك في منافسة ويحاول صاحب المشروع ان يقدم افضل ما لديه من انتاج الحد من الاضرار التي يمكن ان تؤثر على البيئة سواء استنزاف لموارد البيئة او مخرجات يمكن ان تؤثر على البيئة كلها تكون في الحدود الدنيا احراز تقدم في المجال التكنولوجي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وتطويرها واستخدامها في المشاريع الريادية كما تحدثنا سابقا تحقيق فاعلية اكبر في استغلال الموارد المتاحة واخيرا توليد وتنمية ثروات المجتمع طبعا يمكن الطالب الرجوع في هذا الموضوع الى بيان معلومات رقم واحد صفحة ستة وخمسين ورقم اثنين صفحة سبعة وخمسين تمانية وخمسين ورقم ثلاثة صفحة ستين واحد ستين واثنين وستين لدينا ورقة عمل رقم اثنين بعد هذا الموضوع وهي اهمية الريادة في المجتمع وهي بانوان مشغل كمال هذا الموضوع موجود صفحة تلاتة وستين المطلوب من الطالب ان يقوم بقراءة ورقة العمل وان يجيب على الاسئلة المرفقة مع هذا الموضوع طبعا احنا كان لو كان هناك في محاضرات طبعا هذا الموضوع كان من المفترض ان يكون عملا جماعيا ان يوزع الطلبة الى مجموعات وان تقوم كل مجموعة بالاجابة على بعض الاسئلة لكن لعدم التمكن من تحقيق هذا الهدف فسيتم التعامل معه على بشكل فردي وعلى الطالب ان يحل او ان يجيب على جميع الاسئلة المرفقة مع هذا الموضوع بشغل جمال صفحة تلاتة وستين نأتي الى الموضوع الرابع ضمن هذه الوحدة وهو المؤسسات الصغيرة تحدثنا عن هذا الموضوع في لقاءات سابقة ولكن هناك بعض المعلومات الجديدة حول هذا الموضوع ما هي الاهداف التي نسعى الى تحقيق من خلال الحديث عن المؤسسات الصغيرة اولا سنحاول ان نحدد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفاتها واسباب الاهتمام بها ثانيا سيتمكن الطالب بعد دراسة هذا الموضوع من تحديد نقاط القوة والضعف للمؤسسات الصغيرة والاستراتيجيات التي تستخدمها هذه المؤسسات في عملها ما هي العناصر التي تميز المؤسسة الصغيرة اول عنصر يميز المؤسسة الصغيرة ان ادارتها مستقلة ما معنى ادارة مستقلة اي ان الادارة تتركز دائما في يد جهة واحدة وغالبا بيكون شخص واحد هو صاحب المشروع او صاحب الشركة اذا ادارة مستقلة اي ان القرار يكون دائما او الادارة تكون دائما في يد شخص واحد هو صاحب الشركة ثانيا رأس المال يؤمن مالك الشركة قد يكون هذا الشخص حصل على المال من خلال مصدر خاص ترك ورث هو اشتغل وحصل رأس مال او قد يكون من خلال بعض القروض اذا هو الشخص المباشر او الطرف المباشر في تأمين رأس المال سوى من خلال اللجوء الى مؤسسات اقراض او من خلال قدراته الذاتية او الخاصة ثالثا مكان عملها غالبا بيكون محلي يعني بتشتغل داخل حدود الدولة بشكل عام رابعا حجمها صغير نسبيا ضمن القطاع الاقتصادي اذا هي مؤسسات صغيرة او شركات صغيرة خامسا لدى المالك خطوط اتصال مباشرة مع الموظفين طبعا الشركات الصغيرة بيكون عدد موظفينها قليل وبالتالي بيكون التواصل بين المدير والموظفين بطريقة مباشرة بدون اي معوقات سادسا سادسا يملكها ويشغلها شخص واحد في الغالب كما ذكرنا قبل قليل سابعا عدد العاملين فيها لا يتعدى العشرون موظفا هذه هي اهم العناصر التي تميز المؤسسات الصغيرة كيف نصنف المؤسسات كيف نعرف انه هذه المؤسسة صغيرة هذه مؤسسة متوسطة هذه كبيرة هذه دولية طبعا ايضا احنا تناولنا هذا الموضوع في لقاء سابق ولكن هنا يعني اكثر تفصيلا واكثر وضوحا اولا يمكن ان يكون معيار التصنيف هو من حيث عدد الموظفين فهناك معايير تختلف من دولة الى اخرى او من نظام الى اخر في تحديد العدد الذي يمكن من خلال ان نصنف المؤسسة على انها صغيرة او صغيرة او متوسطة او كبيرة فنجد مثلا ان في بعض القوانين اي مؤسسة تضم اقل من خمسين موظف تعتبر مؤسسات صغيرة في دول اخرى نجد ان هذا العدد يعتبر المؤسسة التي تضم هذا العدد مؤسسات متوفرة ثانيا من حيث تأثير البيئة تصنف المؤسسات الى صديقة للبيئة او ملوثة للبيئة من حيث الربحية يمكن ان نصنف المؤسسات ربحية او غير ربحية او تجارية واجتماعية اخيرا من حيث الملكية يمكن ان نصنف المؤسسات من حيث الملكية الى مؤسسات فردية او شراكة يعني مؤسسات يديرها فرد واحد او مؤسسات يديرها افراد بالشراكة مؤسسات عامة او خاصة عامة تكون مسؤولة عنها الحكومة خاصة بتكون لافراد محلية او اجنبية محلية بتكون ادارتها من اشخاص في داخل الدولة مواطنون في داخل الدولة اجنبية بتكون ادارتها من خارج الدولة اذا هذه المعايير التي يمكن ان نصنف على اساسها المؤسسات من حيث العدد من حيث التأثير على البيئة من حيث الربحية ومن حيث الملكية لزيادة المعلومات حول هذا الموضوع يمكن للطالب ان يقرأ بيان معلومات رقم واحد صفحة 65 66 67 68 بهذه الجزئية نكون قد انتهينا من الحديث عن الوحدة الثانية اشتركوا في القناة